وأستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين درسنا اليوم في ألفية ابن مالك هو في باب الإمالة والإمالة نغمة محبوبة وليس في القراء من لا يميل إلا ابن كثير ابن كثير وحده هو الذي ليس لديه إمالة حفص يميل قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها وأهل الحجاز لا يميلون وهو مكي هذه الإمالة التي هي الإضجاع أن تنحو بالآلف نحو اليا أو بالفتحة نحو الكسرة فتقول مثلا في والضحاء تقول والضحي هناك شيء يسمى التقليل وهو بين بين وشيء يسمى الإمالة الكبرى أو الإضجاع أو الإمالة إذا أطلقت هل هي موجودة؟ لا نعم موجودة في كثير من البلدان موجودة في الشام موجودة في صعيد مصر موجودة في جنوب الجزيرة يميلون حتى الفتحة أو التي قبلها التانيث أو هات التانيث يميلونها فيقولون مثلا القيامة يوم الإيامة مثلا على لهجة الشاميين وهكذا في الصعيد وهنا أيضا في اتحامة يقولون يميلون أيضا الألف موسى وعيسى ناس يمن في اتحامة اليمن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الأبيات ما يجوز فيه الإمالة وما لا يجوز فيه الإمالة الإمالة في الأصل هي لغة تميم ومن وافقه قال الألف المبدل مني في طرف في طرف أمل كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شدود ولما تليه هات تانيث مالها عدم الألف المبدل مني في طرف أمل أي أمل الألف المبدل مني في طرف لماuria ليست في كل ألف ولكنها مثلا في الألف المبدل مني طيب وهذا واضح جدا يعني مثلا والليل إذا يعشى من غشية وكذلك والنهار إذا تجلى هو من التجلي طيب كذا الواقع منه لي خلف الألف المبدلة من يا في طرف طيب كذا الواقع منه لي خلف كذلك ما كان مبدلا من الياء مثل مثلا ملهاء وحبلة طيب فملهاء هذه مبدلة من الياء وكذلك حبلة لماذا نحن نعرف أصل الكلمة من التثنية في بعض الأحيان فإننا نقول ملهيان ونقول حبليان طيب وكذلك غزاء فإننا نقول في بنائه للمفعول غزية فهذه الألفاظ تمال نقول حبلة ونقول ملهي طيب هذا معنى قوله الألف المبدلة من يا في طرف إذا كانت في طرف الكلمة أمل ولهذا الألفات التي في سورة طاخة والتي في سورة عبسة والتي في سورة الضحى وكذلك سورة الليل والأعلى هذه تمال هناك ألفاظ مستثنى ضيب دون مزيد أو شذوذ ما كان مزيدا قفى مثلا إذا صغير تزاد فيه التصير فنقول قفي أو شذوذ هذين يقولون قفي في مثل هذا ولما تليه هالتأنيث مالها عدماء كذلك ما تليه هالتأنيث حكمه حكم أيضا ما عدماء الها ما دامى أن الشروط متوفرة فيه فالمعنى أحكم للنفذ الذي تليه هالتأنيث بالحكم الذي حكمت به لما خلى من هذه الها فما توافرت فيه شروط الإمالة فأعمله وما لا فلا فإنك تقول فيه فتاه ومرمى تقول فتيه ومرميه نعم هذا هو معنى هذين البيتين وإلى اللقاءة إن شاء الله اشتركوا في القناة